بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نسوي مراجعة سريعة لفكرة النستد لوب والقواعد بشكل عام في قضية الإدماج لوب داخل لوب أو لوب في بطن لوب طبعا نستطيع أن نقول أنه بشكل عام أنه مسموح لك أنك تسند أو تسوي نستنج لللوب داخل بعضها بالشكل التالي يعني مسموح لك أنك مثلا يكون هذي لوب عندك لوب خارجية هذي لوب خارجية سواء فور أو وايل ممكن تكون اللوب الخارجية فور أو ممكن تكون اللوب الخارجية وايل جوة اللوب الخارجية ممكن يكون عندك لوب أخرى داخلية مثلا تكون فور أو وايل خلنا نقول وايل مثلا مضبوط وجوة اللوب هذه تحط لوب أخرى ثالثة ممكن تكون فور أو وايل مثلا خلنا نقول لنا وايل وتحط برضو لوب رابعة وهكذا فمسموح لك أنك مثلا قول فور هنا مثلا على كيفك يعني زين طبعا بالحالة هذه راح تكون معقدة شوي فيه برامج أنا شفت برامج يعني تستخدم نستينج لثلاثة أو أربعة لفل أربعة درجات من النستينج موجود الشي هذا لكنه قليل صراحة يعني غالبا تكون لوب جواها لوب هذا يعني أغلب شي يكون لكن ممكن تكون هذه وهذه غالبا برامج تكون فيها صعوبة صراحة تكون فيها صعوبة وتلخبط شوي يعني لازم يكون الواحد حاذر جدا بس المهم أنك تستطيلتها ضعوب فكل دورة من دورات اللوب الخارجية تجد أن اللوب هذه تدور عدة مرات وفي كل دورة من دورات اللوب هذه تجد أن اللوب هذه تدور عدة مرات وفي كل دورة من دورات اللوب هذه تجد أن اللوب هذه تدور عدة مرات فاللوب الداخلي هذه قد تدور عدد كبير جدا من المرات مقارنة باللوب لا 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 باللوب الخارجية خصوصا لما يكون عندك ميتريسيز ملتبل ديمينشن ميتريسيز يعني مصففات متعددة الأبعاد وكذا تستخدم يعني عادة تستخدم هذه الأشياء في مثال آخر برضو اللي النستينج ممكن يكون عندك لوب خارجية زين يعني بنية النستينج كيف تكون وتكون عندك لوب خارجية وبعدين جواها مثلا اللوب الأولى واللوب الثانية مضبوط بغض النظر فور ولا وايل ولا بغض النظر في كل دورة من الدورات اللوب الخارجية تجد أن اللوب الداخلية يعني الحين هذه اللوب تدور عدة مرات زين وبعدين تتخلص تنتهي من الدوران بعد كنت تبدأ هذه تدور عدة مرات إلى أن تنتهي من الدوران في دورة واحدة فقط من اللوب الداخلية زين يعني ندور اللوب الخارجية في اللوب الخارجية فيها لوبين واللوبين هذولي متوازيات وليس في بطن بعض زين أو جوابا مضبوط في كل دورة من دورات اللوب الخارجية تجد أن اللوب هذه تدور مرة مرتين ثلاث أربع على حسب البرنامج ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي هذه تبدأ هذه بالدوران مرة مرتين ثلاث ما في أي علاقة بين الثنتين وبعد ما تنتهي هذه نطلع مرة ثانية وندور دورة جديدة لللوب الخارجية فممكن يكون النستينج بالشكل هذا وبرضو ممكن يكون النستينج يعني يجمع كل الثنتين هذولي مع بعض ممكن نحطها هنا هذه اللوب الخارجية تكون يكون جواها لوب داخلية واللوب الداخلية هذه جواها دولوب داخلية ثالثة مثلا واللوب الثالثة هذه جواها لوب ولوب بالتوازي متوازيات مع بعض وفي لوب هنا مثلا موازية لللوب هذه طبعا قليل تجد أن برامج بشكل هذا يعني لكن من ناحية القرامر في الجاف هذا شيء مسموح فيه أنك تكون لوب جواها لوب ونفس القواعد اللي طبقناها هنا وهنا تنطبق على اللوب هذه أيضا تستطيع أنه تستطيع أن يكون عندك لوب مثلا هذه بل أبيض خل رسمها هكذا جواها لوب مثلا هنا مزين وبعدها خلنا نستخدم من الوان ثاني تكون if statement احنا ذكرنا قبل نستنج في ال if statement إنها جملة جوا جملة ممكننا لوب وبعدها if مضبوط أو ممكن تكون ال if statement جوا اللوب لا 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 داخلية فممكن تضع جملة جوا ممكن تضع لوب جوا if ممكن تضع if جوا loop يعني ممكن يكون عندك if statement مضبوط ويكون جواها لوب واضح هذا الشي عادي طبعا ما يعني ما في وقت نعطيك أمثلة كثير لكن أنت ممكن تشوف تبحث في النت وتشوف يعني أمثلة كثير على المواضيع هذه على النستنج زي أنه لوب جوا لوب وكذا وصدقني فيه يعني كل مثال تجد له مبرر يبرر وجود مثل المثال هذا أنك والله تستخدم لوب جوا if أو أنك تستخدم مثلا زي ما انت شايفين قدامك لوب جواها لوب وجوا اللوب هذه if وفي if برا موازية لها فهذه بنية وتركيب يعني هذه كلها مسموحة هذه بنية تركيب البرامج في لغة الجافة وفي معظم اللغات البرمجة الأخرى وليس هذا شيء خاص بالجافة فقط